الخبر الأول اللي عدنا عن نهاية قصة حب بيسان وأنس الشايب طبعا ندري من صدميا خلينا أوضح هذا الخبر حقيقي أو لا للخاص المفاهمين القصة خليني أشرحها من البداية بيسان وأنس الشايب تقريبا صارم حوالي أسبوع ما دي يحكيوني بعض بالسوشال ميديا واليوم بيسان نزلت على حسابها بالتك توك هذا الفيديو اللي كانت أسوي فيه تك توك على أغنية مصلحشية وبنفس الوقت كانت كاتبة من أكثر الشباب ولا البنات مصلحشية أنا أقول الشباب وهذا طبعا ثاني احتمال إنه كانت تقصد فيه أنس الشايب المهم أنس الشايب بعدها نزل على حسابه بالإنستجرام بعد ما نزلت بيسان هذا الفيديو ونزل إنه الدنيا صعبة وإنه هو حزين حاليا بعد ما عرفتوا كل التفاصيل أقدر أقولكم إنه هذا الخبر غير حقيقي طبعا السبب إنه ماذا يخليهم يحكيون بشكل كبير على السوشال ميديا بين أنس وبيسان إنه أنس متوفي لأحد الأشخاص الخريبي من عنده مثل ما تشوفون مغير صورة حسابه يعني فلازم نقول أنس إنه الله يصطب رأيك وبس الله يرحمه يعني الغبر الثاني اللي عدنا عن رد جواني على بيسان الفيديو اللي نزلتها بحسابه بالتيك توك اللي هو هذا الفيديو نفسه بالمصلحشية بجواني وأراحها تقريبا مساعة نزل فيديو بحسابه بالإنستجرام والتيك توك اللي هو أهم دي يسوي تيك توك على أغنية مصلحشية النفس اللي سوت عليها طبعا بيسان طبعا ما قدر أحطو لكم هذه اللقطات لأنذا حطيتها حضروب كوبيرات يعني ما قدر أحطوكم الأغنية فاكتبوا لي بالكومنتات هلو كان يقصد بيسان أو أنه هو مجرد صار الصدفة أنه اثناتهم سووا بالتيك توك على نفس الأغنية ونفس الموضوع يعني الخبر الثالث اللي عدنا عن المشكلة ما بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بالنسبة لأشخاص اللي يعرفون شنو اللي صاير لح أشرح لكم الخصة من البداية محمد رمضان نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الفيديو اللي كان في خلف الكواليس الأغنية يا حبيبي جديدة وهذا الفيديو كان كاتب الدبابة قريبا اللي هو يقصد فيه أحمد الفيشاوي فأحمد الفيشاوي عصب من هذا الموضوع فقرر أنه يرد وطلع بتصريح صحفي وقال أنه أنا دات حاليا بستوديو مالتي ودأ سجل أغنية نمبر 2 اللي راح تكون دستراك على محمد رمضان ورد على أغنية نمبر 1 مالتا الواضح أنه حتى الفناني صاروا يدسون بعض مو بس اليوتيوبر وبس والله ينحصلنا هات المقطعات من المقطع يجبكم لا تنسوا تضطوا لايك تشاركوا بالقناة وشاناكم في الزين ومع السلامة